السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات كنت مننا كلكم تكونوا بالخير على خير وأحوالكم جيدة يا رب ويلقاكم هذا الفيديو هذا وانتم في أحسن الأحوال والظروف نيابة العامة تواصل البحث على زوج أميمة بعزية بتهمة الاعتداء على رجل الأمن عرفات قضية الاعتداء الفنانة الشعبية أميمة بعزية وزوجها مراد المرجان على رجل الأمن بإحدى مستشفيات فاس وبعد ما استمعت الشرطة بمدينة فاس يوم الأحد إلى المغنية المغربية أميمة بعزي على خلفية التحقيق في قضية الاعتداء ووفقا للمصادر الإعلامية تعرض حارس الأمن خاص بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني لإصابات خطيرة خلال مشاجرة وقعات في الساعات متأخرة من الليل وأفدت المعلومات أن الضحية نقل إلى قسم الإنعاش بعد ما تعرض للضرب على الرأس والصاق هذا وقد وقع الحادث في قسم الطوارئ حيث نشب خلاف بين مجموعة من الأشخاص من بينهم الزوج المغنية وأعضاء من فرقتها وبين الطاقم الطبي وأثناء محاولة حارس الأمن منع المجموعة من مغادرة المكان تم الاعتداء عليه بعنف ما أتار حالة بناء الاستياء داخل المستشفى وخلف الحادث حالة استنفار في أوسط دائرة الأمن الظهور حيث انتقلت عناصرها إلى عين المكان لمعاينة الوضع ومباشرة الأبحاث الضرورية طبقا للتعليمات النيابة العامة وتم الاستماع لاحقا إلى إفادة حارس أمن حراس أمن كانوا غير بعيدين عن مكان الحادث وتم الاستماع إلى المغنية بعزية فيما لا تزال الأبحاث جارية في القضية التي هزت المستشفى الجامعي وخلفت موجهة من غضب في أوساط العاملين في المستعجلات المستشفى الجامعي وفي أوساط حراس الأمن الخاصة بهذه المؤسسة ووفقا لتصريحات أخذ ضحية بدأت الأحداث عندما دخل المشتبه بهم إلى المستشفى لتلقي العلاج لشخص برفقتهم نشب خلاف بينهم وبين الطقم الطبي مما أدى إلى إطلاف بعض معدات المستشفى وعندما حاول حارس الأمن منع مغادرتهم بناء على تعليمات الإدارة تعرض للاعتداء عنيف وذهسته سيارتان بشكل متتالي حسب أخذ ضحية دائما وأفادت مصادر طبية أن الحارس المذكور يرقد حاليا في العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية على قدمه حيث يعاني من كسور في الصدر والقدم ووصفت حالته بأنها صعبة وفي إطار تحقيقة الجرية حسب مصادر جريدة العاصمة استمعت السلطات الأمنية لأقوال المغنية المشهورة حيث نفت المغنية تورطها المباشر في الاعتداء مشير إلى أن زوجها هو من قام بضرب الحارس في حين لا يزال زوجها شخص ثالث كان معهم ويوصف بأنه عيسا ومشهور بمدينة فاس في حالة فرار